قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اتفق على ضرورة إنشاء دولة فلسطين المستقلة ولا يمكن إنشاء دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني وشدد مدبولي خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض على ضرورة السعي وراء الهدف طويل الأمد وهو حل الدولتين حان الوقت الآن وليس يوم غد أن يجتمع العالم مرة أخرى لكي يعترف بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم هذا أمر يعارض كل ما سمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان عن الحاجات الأساسية وعن الديمقراطية وأني شيء آخر ما يحدث اليوم يعارض كل ما تربينا عليه وكل ما طلب مننا أن نتكيف معه وأن نطبقه في مناطقنا المختلفة الآن هو الوقت وإلا يفوت الآوان يجب أن نصل إلى قرار يفيد حل الدولتين إن أردنا أن نعمل على أي قرار أوي حل يفيد إسرائيل فقط هذا القرار لن ينجح هذا الحل لن يكون مناسبا لأننا نتحدث عن وطن وطن فلسطيني عن جيل تربى لمدة 75 عاما تحت الاعتداء وغياب حقوق الإنسان الأساسية حتى غياب الحق في العيش على أرضهم بكرامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر